سارة إزاي حاولتي المحنة دي لنجاح؟ سؤال حلو قوي الحقيقة يعني كل ديسلكسيك بيبع عنده صعوبات معينة ومختلفة عن أي ديسلكسيك تاني فأنا عرفت إيه الصعوبات اللي عندي وبرده عرفت إيه الحاجات اللي أنا كوية فيها اللي عندي وحاولت إن أنا أركز أكتر في اللي استخدمها عشان أحسن الصعوبات يعني مش عارفة لو ده حاولت إستخدمي الحاجة اللي أنت قوية فيها؟ بالزبط أن أنت تساعد نفسك بيها أن أنت تعدي منها بالصعوبات بتاعك؟ بالزبط بالزبط فعني مش عارفة دي إجزاب بس يعني يعني إركزت في الحاجات اللي أنا فعلاً شاطر قوي فيها يعني مثلاً أنا بحب الرسم فحاولت إن أنا لما أحب إني مثلاً نقول إن أنا عندي بريزنتيشن في المدرسة بدل ما أدي بريزنتيشن كله كلمات استخدمت الرسم بتاعي عشان أشرح اللي أنا بحاول أعمله فركزت قوي في الحاجات اللي أنا فعلاً كويسة فيها وطبعاً يعني هو الفكرة كلها ديسلاكسيكس كلهم مختلفين بيتعلموا بتورية مختلفة فيستخدموا اللي هم كويسين فيه ويتطبقوا بقى في المدرسة موسيقى موسيقى